الوحدة الرابعة السكن يوجد في كندا أنواع مختلفة من المساكن من المهم معرفة أنواع الأماكن التي قد تقيم فيها عند وصولك لأول مرة بالإضافة لكيفية العثور على منزل دائم قبل وصولك إلى كندا، تعمل منظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات الرعية لك جاهدة للبحث عن مكان لك تعيش فيه حسب توفر السكن الدائم في مجتمعك، قد تضطر إلى الإقامة في مسكن مؤقت لبضعة أسابيع حتى يتم العثور على مكان دائم أثناء إقامتك بمكان سكن مؤقت، ينتظر منك أن تتبع القواعد وتحافظ على نظافة المكان وإبقائه في وضع جيد وعدم إزعاج الآخرين سوف تنتقل من السكن المؤقت إلى سكنك الدائم ما إن يتم العثور على سكن دائم لائق ستساعدك منظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات الرعية لك على تحديد عدد محدود من الخيارات التي تلبي احتياجاتك الأساسية وتلائم ميزانيتك ستساعدك أيضاً في اقتناء الأثاف واللوازم المنزلية الأساسية لبيتك الجديد انظر إلى مختلف أنواع السكن الدائم في كندا الشقق الشقق هي وحدات سكنية في مبان قد يحتوي كل طابق من المبنى على عدة شقق عادة ما تحتوي على غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم بينما يصعب العثور على الشقق التي تحتوي على أربع غرف نوم أو أكثر وتكون باهظة الثمن هناك أربعة أنواع مختلفة من الشقق شقق المباني المنخفضة الارتفاع وهذه المباني ليست عالية جداً وهي لا تمتلك عادة مصعداً بل سلالما فقط شقق المباني الشامخة وهي بنايات شامخة تتواجد عادة في المدن الكبرى ولها مصاعد وسلالم الشقق في مبان من دورين وهذه الشقق يمكن أن تكون فوق متجر أو مطعم ويمكن أن تكون أقل كلفة من شقة في بناية عالية أو بناية منخفضة الارتفاع الشقق في الطابق السفلي وهي شائعة في كندا وهي تقع جزئياً تحت الأرض ولها نوافذ صغيرة لكي يدخلها نور الشمس الشقق في الطوابق السفلية غالباً ما تكون أقل كلفة من أنواع الشقق الأخرى المنازل يمكن أن تستوعب عائلات أكبر وتشمل المنازل المنفصلة وهي منازل قائمة بذاتها وفي الغالب لا تسكن إلا أسرة واحدة المنزل المنفصل هذه الأنواع من المنازل مكلفة سواء في الإيجار أو الشراء المنازل يمكن أن تكون متصلة أيضاً يعني أن العديد من المنازل متصلة جنباً إلى جنب لكل بيت مدخله الخاص ولكنه يتقاسم جداراً مع البيت المجاور له قد يكون مؤجراً أو مملوكاً لأشخاص مختلفين هناك أنواع أخرى من المساكن الدائمة السكن المجهز وهذا النوع من السكن يلائم احتياجات أشخاص معينين لهم صعوبات في التنقل أو الاعتناء بأنفسهم السكن المشترك وهذا النوع من السكن مستأجر من شخصين أو أكثر يتقاسمون مساحة تعايش مشترك عادة ما يكون لكل واحد غرفة نوم مستقلة ويدفع جزءاً من الإيجار العثور على سكن منخفض التكلفة في كندا صعب وقد تكون خيارات السكن محدودة يعد موقع وتكلفة وحجم السكن ثلاثة عوامل مهمة يجب مراعاتها عند استئجار منزل دائم ضع في اعتبارك أيضاً أنه من الصعب العثور على سكن للعائلات الكبيرة وهناك حد أقصى في عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعيشوا معاً في مكان واحد ضع هذه المعلومات في الاعتبار عند الاستقرار في منزلك الجديد في كندا ستساعدك منظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات راعية لك في العثور على منزل دائم اشتركوا في القناة